الله يا مولانا عشان كده لمست القلوب نفس بيوتنا ترجح كده طول الوقت والله يشوفي حضرتك بعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه وحضرتك بتقولي الكلام المنور ده اللي كنت بتقولي في المقدمة يعني أنا فكرت في إحنا دايما نقوله إحنا في رمضان بنحاول نكتسب عادات في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى علشان بعد رمضان يبقى أحسن مما قبل رمضان أيوه يعني مش بعد رمضان يبقى زي رمضان صعب لكن بعد رمضان على أقل أنا بوصل للمستوى معين أو لعادة معينة أو لحاجة معينة بتنقلني نقلأ أنا بعد رمضان بقيت بيها أحسن مما كنت قبل رمضان ده في الحقيقة مش قاصر على العبادات والعلاقة بالله في الأمور اللي فيها طاعة وفيها عبادة وكذا فقط إنما كذلك متعلق بالعادات الكويسة متعلق بعلاقة الإنسان بنفسه بعلاقة الإنسان بما نحاوله يعني ممكن الواحد يبقى الدنيا واخده وشده بحيث إنه هو عجلة الحياة دي خلته ملتهي عن أهله وعن أسرته وفي الجلوس معاهم والقرب منهم ورمضان بيبقى فعلا مناسبة بيستنوها من السنة للسنة عشان بيقدروا أجتمعوا على أقل مرة ومرتين في الفطر وفي الصحور مع بعض على صفرة واحدة ده في الحقيقة الاجتماع على الأكل ده تخييري حضرتك أنه من أهم أسباب قوة العلاقات الإنسانية والخبراء بيصفوا للناس اللي بينهم وبعض شحناء في الحياة الزوجية وكذا أنهم يجتمعوا على صفرة واحدة وسبحان الله من قبل الخبراء والله أنا كنت أسمع مما شيخنا زمان يقول لك ما يكون بينك وبين واحد سوء تفاهم أي أن كان بقى الواحد ده وقد تتعشى معاك كل ما على صفرة واحدة يدوب اللي في قلبك ويروح فمن العادات الكويسة فعلا نحن محتاجين نطلع بها من الرمضان نحاول نحافظ على بعض العادات الكويسة اللي بتقوي الأواصر بيننا وبين ناسنا وبتقوي الأواصر بيننا وبين أهلينا نحن نقعد ونتكلم ونتساير ونبتسم وما يبقاش كل واحد في عالم مستقل منكب على البتاع ده التليفون أو التابلت أو أو لما إحنا عاديين بنتكلم بنتطمن على بعض بنتحك في وش بعض في سيال كده بيننا رابطنا بين الألوف جميعا أيوة يا رب في أمل في أمل البيوت ترجع كده زي الأول يا مولانا والله طول ما فيه نفس يبقى فيه أمل في أي حاجة طول ما فيه نفس يعني فيه حياة يعني فيه أمل إن الكسر يتصلح إن الوقيع يقوم إن الفسد يترمم مدام فينا نفس ومدام فينا إرادة يبقى فيه أمل إن كل حاجة إن شاء الله تتحسن يعني اللي شايفانا دلوقتي أو اللي شايفنا دلوقتي ويلا خلي عندك عزيمة خلي عندك همة خد بيد أسرتك ويلا قول لنفسك أنا اللي حبادر أنا اللي حبدأ بلما شامل أسرتي وعيلتي مش في حاجة اسمها نبدأ صفحة جديدة أيوة صفحة جديدة دي خلاص معنا احنا طويلنا الصفحة القديمة وبنبدأ صفحة جديدة بأخلاق مختلفة بطبع مختلفة بقواعد مختلفة ما بنكررش فيها أخطاء الماضي عصر إحنا لو كررنا أخطاء الماضي تبقى مش صفحة جديدة أخطاء الماضي بقى إحنا لازلنا في الصفحة القديمة زي ما هي ولما بنبدأ صفحة جديدة على فكرة بنتكلمش في الماضي خلاص خلاص معنا لفات مات زي ما بيقول نقطة من أول السطر إحنا في أول السطر خلاص ما فيش حاجة موجودة لكن لو قعدنا بقى نكتر الماضي إحنا لازلنا أسرى فيه لكن ما دومنا بدأنا صفحة جديدة بقى نساعد بعض إن إحنا يعني نكون بأخلاق مختلفة في الصفحة الجديدة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان كده مع أسرته عليه الصلاة والسلام هو قال جملة مختصرة جامعة مانعك شأنه الشريف قال خيركم خيركم لأهله وخير دي بنسميه في اللغة العربية مش في شغله بقى مش في مصنعه كل دي وسائل مادم إيمان يعني وسائل يعني الشغل ده وسيلة عشان أعيش مش أنا بعيش علشان هي وسيلة لأن أنا شرغب أعيش دي معناها إيه مش أعيش معناها تنفس أعيش معناها أعيش حياة اجتماعية مستقرة بصحة جيدة بهدوء نفسي بسكينة بارتياح بحياة وسرية مستقرة بحب الشغل ده وسيلة بيحقق لي الرفاهة اللي بتعيشني لكن مجدد لي يخليني خير حد لا مش هو ده اللي بيخليني خير ممكن أبقى نجح في شغلي وفاشل في علاقتي بالناس خير دي أنا بقول لي حريك في اللغة العربية بنسميها صيغة أفعل التفضيل لأن أصلها أخير أخيركم يعني أفضلكم أسبقكم بالخير من غيره نعم فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عمليا بقى يعني يعني هو برضو إيه الكلام النظري بتاع خليك كويس وخليك جيد ده كلام يعني مقبول بس كيف أنه نرفزه شوفي رسول